ما يحصل في باريس حرفياً هو تفاوض بين الكيان الصحيوني من جهة والولايات المتحدة ويتم إشاعد أجواء تفاوض للتحريض على المقاومة والضغط عليها مش أكل في الشرف أدى مقاومات الحياة الشركة نحن نشهد أكبر حال التصحي عربي رسمي إنما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني على مرأة العالم ما هذا العالم الذي نعيش فيه عن جد وأيضاً يدفعني للتساؤل ما هذا الوطن العربي الشارع العربي هو الشارع الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذه الحرب لو لم يكن هناك هذا الصمع العربي والتآمر العربي المخصي لكان هناك تغييراً كبيراً على الأرض وصلت المطالبات أن أدخلوا الأدوية وأدخلوا الطعام فقط ثم يواجهون بمسرحيات سخيفة لم تعد القضية أن ننتقد حكومات الآن ما هذا العالم الذي نعيش فيه يعني وما هذا الوطن العربي الذي نعيش فيه أيضاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر